وسط توتر المتواصل بين إسرائيل وإيران كشفت صحيفة وول ستريت جيرنل أن إسرائيل هاجمت أكثر من 12 ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى سوريا منذ العام 2019 الهجمات التي بقيت طي الكتمان في حينها من الطرفين المستهدف والمستهدف كانت تهدف وفق الصحيفة لمنع إيران من نقل شحنات نفطية وغير نفطية عبر المنطقة بما في ذلك الأسلحة وذلك للتهرب من العقوبات الأمريكية على تهران إلا أن متحدثا باسم شركة الملاحة البحرية الإيرانية كشف أن سفينة حاويات تابعة لها تعرضت لأضرار في هجوم في البحر المتوسط يوم الأربعاء الماضي فأي نعكاس لكشف هذه المعلومات؟ ولماذا أخفت إسرائيل هذه الهجمات؟ وهل سترد إيران؟ ينضم إلينا القدس أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية مئير مصري أهلا بك أستاذ مئير عبر سكاينيوز عربية الموقف الرسمي الإسرائيلي تجاهر بها الحكومة ومختلف المسؤولين ماذا يعني هذا التوقيت تماما للكشف عن هذه الهجمات؟ لغم أن التحذيرات الإسرائيلية لم تتوقف لتهران شكرا لكم على الدعوة هو طبعا الكشف أتى من وسائل الإعلام ومن الصحافة بالأحرى وبالتالي إسرائيل ليس لديها شيء رسمي تقوله في هذا الصدد ولكن لا شك طبعا في أن هناك صراعا قائما وممتدا الجزء الأكبر منه غير مرئي بين إسرائيل والنظام القائم في إيران وهذه ليست فقط يعني ليس فقط من خلال البحار ولكن أيضا هناك عمليات نوعية قامت بها إسرائيل وإيران أيضا كذلك ردت بالتي هي أحسن في أكثر من مناسبة من خلال عمليات إرهابية ومن خلال أيضا تهديدات تأتي عبر ميليشيات تحيط إسرائيل جنوبا وشمالا وبالتالي القائل بأنه ليس هناك صراعا حقيقيا بين إسرائيل وإيران عليها أن يرى كل هذه المناوشات ليفهم طبيعة العلاقة المحتدة إسرائيل طبعا هي تعمل تصريحات لسيد جنس اليوم الذي قال بأن إسرائيل تعمل بشكل مستقل ومن الممكن أن تكون هناك عمليات ضد منشآت نموية داخل إيران بدون أن يكون هناك موافقة أو علم من قبل الأطراف المعنية في المنطقة أنا أعتقد بأنه لا يمكن أن نتصور بأن تكون هناك أي أعمال إسرائيلية أو أعمال سعودية أو أعمال إماراتية بدون أن يكون هناك حد أدنى من التنصيق مع الولايات المتحدة ولكن ربما هناك رغبة في عدم إحراج الولايات المتحدة ولا سيامة وهي في بداية عملية تفاوضية مع الطهران ولكن كان هناك دعوات إسرائيلية مباشرة سيد مئير لواشنطن والإدارة الأمريكية الجديدة في الذهاب اليوم إلى عقوبات تمنع تخصيب اليورانيوم هذا الملف المنفصل والمرتبط بالعقوبات ونعكسات العقوبات الأسواق التي تسعى لتهريب النفط الإيراني عبرها طهران كيف يمكن أن تنظر إليها الإدارة الأمريكية كيف يمكن أن تنظر إليها العواصم الأوروبية بعد هذه المعلومات الصحفية ولكن أيضا الأدلة في هجمات حصلت أيضا قبل العام 2019 وطبعا لا شك في أن هناك عقوبات ولكن هذه العقوبات لا تحترم ولكن هناك آليات تضع النظام الإيراني أمام مسؤولياتي والدليل على هذا هو أنه إسرائيل بحاجة لأن تقوم بعمليات هي بنفسها طبعا مع أنه هذا غير رسمي ولدانا معلومات واضحة ودقيقة عن هذا الموضوع ولكن وسائل إعلان تسرب من حين لآخر ولا يأتي نافية من إسرائيل إسرائيل لا تعترف ولكن الإسرائيل لا تنفي في نفس الوقت ولكن هناك آليات واضحة هناك عقوبات مفروضة على النظام الإيراني وهناك عقوبات كذلك أيضا مفروضة لجب أن ننسى على النظام السوري لذي هو أيضا لا يجب أن يحصل على هذه الأسلحة وكذلك كميات النفط التي تأتي عبر البحر المتوسط وبالتالي ليس هناك من يجبر النظام الإيراني على احترام هذه العقوبات ولذلك أنا أعتقد بأن الوضع هو هش للغاية والشيء الذي مرة أخرى يدعوني أن أقول بأنه هناك حد أدنى من التنصيق مع الولايات المتحدة لأنه لو انفلت الأمر لا شك في أن الولايات المتحدة سوف تكون في الواجهة الولايات المتحدة بسبب التواجد المكسف العسكري لها في المنطقة هي طبعا في الواجهة مع النظام الإيراني وبالتالي سوف تتورد بشكل أو بآخر في أي مواجهة عسكرية مع إيران وبالتالي أنا أعتقد بأنه من ناحية قولة ولكن ألا يمكن أن تفرض عليها هذه المواجهة العسكرية أي عمليات تقومها في حال ردت إيران على هذه المعلومات صحيح لك أنا لا أعتقد أن النظام الإيراني سوف يزعب إلى هذا الحد لأن هناك مصلحة إيرانية ودعنا نقول أنها مصلحة أيضا أمريكية الإيرانيون والأمريكيون واضح أنهم قد قرروا أن يركزوا على الشيء الأساسي والشيء الأساسي والمركزي بالنسبة للتهران وواشنطن هو التوصل إلى نوع من التسوية فيما يتعلق بالملف النموي بالأساس وطبعا الولايات المتحدة تحاول أن تدخل نقاط أخرى في العملية التفاوضية التمركز الصاروخي والسلوك الإيراني العام ولكن هذا هو الأساس بالنسبة للعاصمتين وده يعني هذا طبعا أنه قدمت اختراحات للسيد بايدن لرد على عملية إيرانية وهو دائما يختار أقل العمليات حدة رأينا مثلا نسمي مثلا عمليات القصفة في الشمال السوري من خبل الولايات المتحدة دائما أقل ما يقدم هو الذي يتم اختياره وبالتالي واضح أن هناك رغبة من قبل الولايات المتحدة ومن قبل إيران في التهدئة والتوصل إلى اتفاق المفاوضات بدأت يعني المفاوضات بدأت على أرض الواقع حتى لو أن الطرف الإيراني هو يرفض رسميا أن يتفاوض ويقول بأنه يجب العودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات قبل أن يتم هناك تفاوض لكن التفاوض بدأ على أرض الواقع ومن ناحية أخرى هناك رغبة في الدول المختلفة في المنطقة على رأسها إسرائيل ولكن ليس فقط إسرائيل في أن تمارس ضغط ليس على إيران الرسالة ليس موجهة إلى إيران على الإطلاق وحتى التهديدات التي تأتي من الحين لآخر من التانيار أو من بني جانز هي ليست موجهة ضد النظام الإيراني وإنما هي رسائل موجهة للبيت الأبيض للقول للبيت الأبيض أن هناك إصرار في إسرائيل وهناك إصرار في المنطقة بأن يكون هناك أغز بعين الاعتبار بمتطلبات الأمنية لهذه الدول في كل عملية تفاوضية مع النظام الإيراني ولكن بدون مرة أخرى أن يتم طورية الولايات المتحدة حينما يقال أنه إسرائيل سوف تذهب وسوف تذهب بدون غطاء من أي أحد هذا ليس تحدي للولايات المتحدة هذه أنا أراها بأنها رغبة في عدم طورية الولايات المتحدة وعدم إحراج الولايات المتحدة أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية مئر مصري كنت معنا مباشرة من القدس ترجمة نانسي قنقر